مشاهدينا يوم جديد ونهار جديد نهار جديد ونهار جديد نهار الاثنين ستاشر تسعة 2019 وحنكون معاك وأكيد زي كل يوم على الهوام بوشرة لمدة ساعتين من تسعة لأحداشر ومجموع فقرات مختلفة ومتنوعة وصباح الفل أشرف صباح الخير يهام صباح الخير مشاهدي نايل لايف ونهاركو دايما سعيد مليام بالأمل والتفاؤل لمصرنا الحبيبة ولمستقبلنا في شكل عام كل سنة وحضراتكم طيبين بقى والمدارس دخلت وابتدت المدارس الخاصة تخش وإن شاء الله الحكومية داخل خلاص كمان كم يوم والجامعات وموسم الدراسة وموسم الطلاب موسم يعني الدراسة الجديد 2019 2020 الشارع ما بقاش لينا الشارع ما بقاش بتاعنا ما بقاش بتاعنا الشارع بجأة زحم معربيات ودوشة وناز كنت بنزل الصبح الساعة 7 تبقى لقي الشارع فاضي بتاعي لا ولسه ولسه كل المدارس ولسه كله بيدخول على مراحل المدارس زحمة أكتر وأكتر عندي كنتي فقرة النهاردة خاصة بموضوع الطلبة عندي فقرة فعلا عن التغذية السليمة للطلبة وحيكون ضيفها دكتور محمد شحية أخصاء التغذية العلاجية وأعتقد ده شيء مهم جدا لأنه بيمزلوا مجهود وبينزلوا بيقضوا وقت طوي جدا في المدرسة أي الحاجات الأساسية اللازم تبقى موجودة في فطرهم تبقى موجودة في اللونش بوكس تبقى موجودة في الحاجات دي كلها هتكلم عن التغذية السليمة في أحدى فقراتنا النهاردة في نارك سعيد ريام النهاردة أنا بقرأ كده بتصح يعني بشوف كده الصحافة يعني ففي جريد تتمصي اليوم النهاردة على فكرة خبر جميل جدا لأستاذ كيميائي ليزر يحصل على أربع براءات اختراع لمكافحة أخطر أربع عفات زراعية إن شاء الله حضرتك هو الدكتور حضر الدكتور محمد هاشم عبدالقادر أستاذ كيميائي ليزر بجامعة القاهرة ورئيس مجلس ومناء الجامعة الأوروبية بالعاصمة الإدريح مهم إنه اخترعوا مع فريق البحث بتاعه اختراع وبراءات اختراع لمكافحة الأفات اللي بتتحصل للزراع حضراتكم عارفين طبعا إنه في مشروع قومي مهم جدا في مصر وهو زراعة واستصلاح مليون ونص فدان وحضراتكم شفتوا في الفترة اللي فاتت فيه كثير من افتتاح صوب الزراعية وقد إيه صوب الزراعية لها أهمية عندنا فقرة خاصة بهذا الموضوع نتكلم عن مشاريع قومية الخاصة بالزراع مع الأستاذ أحمد حامد الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام العشاق الأدب والروايات حيكون معنا النهاردة رواية للكاتب كريم عزت أو الروائي كريم عزت الرواية بعنواننا عمبر 36 نتابعها مع بعض ونحللها مع بعض لكل عشاق القراءة بدون ما تبقى الحالة النفسية والمزاجية ليه يا ليه كان وانتي كده على الهوى تبقى مفروض تبقى هادية كده ولطيفة نحن مش هنعرف نقدي ونقدرش نشتغل مقدرش ننتج ونقدرش نعمل حاجة في حياتنا كويسة وخاصة أو منقدر نربي أولادنا في مؤتمر دولي عالمي الخامس لطب النفسي والعلاج الجماعي هذا المؤتمر قريبا جدا هيعقد يعني والنهاردة عندنا الدكتورة مونة يحيى الرخاوي رئيسة المؤتمر وأستاذ الطب النفسي هنتكلم أكثر وأكثر عن الطب ودور الدولة في نشر الوعي الخاص بالتربية النفسية والعلاج النفسي بحيث أن الإنسان يبقى متزن عشان يعرف يعيش كويس ينتج كويس يبقى مفسود بحياته بشكل عام طبعاً تي حاجة كمان تانية بتخلي الواحد ينتج كويس ويتبسط ويبقى فراش وسعيدة على الصبح كده هي الرياضة طبعاً بيبتدي لو بتدينا يومنا بالرياضة بجد بيبتعمل ريفراشمنت فظيع أنا بقول كلام ده لنفسي يعني مش أنا يعني خلاص هاري يا الجيم لأ يعني بقول لي نفسي كلام ده فعلاً الرياضة بتفرق في الموت بشكل غير عادي بتفرق في الإنتاجية بتفرق في يعني في صحة الإنسان أكيده في جسمه وفي أكله وفي كل حاجة هنتابع معاك لوقتي عندنا تمارين الإحماء أنا بحب كلمة الإحماء دي التسكين يعني أقول كابتن مصطفى الديب هنروح أنا حقوب ألعب شوية معهم ضغطه وبتاعه وبعدين أرجع تانية للشاشة يعني اشتركوا في القناة